توصل وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية ودبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 252 قضية تموينية بمضبطات قرابة 164 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 65.5 طن سلع غذائية وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 36 طن أما في مجال حجب مواد البناء والبيع بأزيد من السعر الرسمي لها فتم ضبط 56 طن مواد بناء وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 271 قضية من بينها 65 قضية خبز ناقص الوزن و68 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر